بعد أحداث السادس عشر من ماي 2003 الإرهابية تبنى المغرب مقاربة قانونية شاملة لمحاربة الإرهاب من خلال المصادقة على القانون 0303 المتعلق بمكافحة الإرهاب وهو القانون الذي عملت الحكومة المغربية على تتميم التشريعات المتعلقة به عام 2014 وفي هذا القانون اعتمد المشرع المغربي سياسة جنائية جديدة لمواجهة الإرهاب بداية من تحديد الجرائم الإرهابية وعد حالتها وعرض العقوبات المقررة لها بوصفها جرائم تهدف إلى المس بالنظام العام كما عمد المشرع إلى إجراء تغديلات جوهرية في نصوص القانون الجنائي بما يسمح بإضافة الأنماط الإجرامية التي تحمل خصائص الجريمة الإرهابية وقد ساغ المشرع الإطار العام لمفهوم الجريمة الإرهابية وشروط تكوينها المادي والمعنوي دون أن يغفل تجفيف منابع تمويلها سواء عبر مصطرة تجميد الحركات المالية أو الحجز على الأموال المشتبه في علاقتها بتمويل الإرهاب وشملت الإجراءات الأمنية الوقائية أيضا إدخال مجموعة تغديلات على قانون المصطرة الجنائية لرفع طابق السرية عن بعض أجهزة الأمن التي تشتغل مباشرة على قضايا الإرهاب ولتحصين عمل عناصر إدارة حماية التراب الوطني بالقانون من خلال تخويلهم القيام بكل ما من شأنه أن يساهم في الكشف عن الجرائم الإرهابية تحت إشراف النيابة الغامة المختصة ومن أجل الحد من الالتحاق ببؤر التوتر لدعم التنظيمات الإرهابية كان على المغرب يحين النصوص التشريعية المتعلقة بهذا القانون لإعادة التكييف الجنائي للجريمة الإرهابية المتحولة في مضامينها وإشكالها وذلك انطلاقا من القانون رقم 86-14 الذي تبنته الحكومة سنة 2014 إذ أصبحت تعتبر من الجرائم الإرهابية أفعال الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي بالكيانات والتنظيمات الإرهابية كما أقر تشريع الأمني المتعلق بمكافحة الإرهاب عقوبات سجنية تتروح بين 5 سنوات و15 سنة لمعاقبة مرتكبي الأفعال المذكورة مع الاحتفاظ بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد كعقوبة للجريمة الإرهابية الأصلية ويروم هذا النص القانوني بالأساس تحيين المنظومة الجنائية والاختصاص القضائي بهذا في المواجهة الاستباقية لتطور الجريمة الإرهابية بالمغرب